حل المشكلة المنشن على تطبيقك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على التطبيق والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق واتساب في هذه النافذة نضغط على واتساب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق هنا نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيلات في كالكي تقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو هنا نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص واتساب